اشتركوا في القناة تبعوا معي الخطوات للاخير نروح مباشرة نبدأوا في طريقة التحضير على بركة الله نبدأوا في الوصفة تعنا اذا كما راكم تشوفوا هنا في الكاسرونة عندنا مقدار كاس زبدة بالنسبة للزبدة ننصحكم تديروا النوعية الممتازة باش طمينة تعكم جيبنينة وعندما توجدوا طمينة تعكم ما تسيحش منها الزبدة رح ناخذها نحطها على نار هادئة نضوبوا الزبدة تعنا اذا من بعد ما ذوبنا الزبدة نخليها تاخد درجة حرارة المطبخ ونزيد لها كاس ماشي مع مرملي حتى العسل العسل اللي عادي هنا مع الزبدة والعسل ضفنا زوج ملاعق كبار تحلوة الترك وملعقة صغيرة تح القرفة سمحوا لي نسيت ما صبرت لكم شهذا المقطع من عود نأكد مع الزبدة والعسل رح نزيدوا زوج ملاعق كبار تحلوة الترك وملعقة صغيرة تح القرفة باش طمينا تعنا تجي بزاف بنينة وذوقها يجي هايل كما قلت لكم للأسف نسيت ما صبرت المقطع كيزدنا لحلوة الترك والقرفة هنا ندرنا كاس زبدة ذيبة رح نزيد كاس ماشي مع مرملي حتى العسل ونبدأ نخلط بهالطريقة نخلطهم ملاح ملاح حتى يمتازجوا المكونات مع بعضهم هنا تقدروا تخلطوا بالبغاء بالباتر وبالنسبة للسميد قدرت سميد متوسط في ورطو نجيب الكسكاس نحطو عليه ترشونة نحطو السميد نتانا نحطوه في فور من بعد ما يفور رح نحمسو في المقلع ممكن تحمسو في المقلع ولا في الفور كي ما تحبو بركي كي تحمسو لازم تعطوه لون ذهابي ما تحمسوش بزاف باش كي تزيدو العسل والزبدة يجيلو نوش باب ما يجيش بني بزاف نخلي حتى يبرد ومن بعد ما يبرد نبدأ نزيدوه بشوية في كل مرة نزيدو السميد نخلطو بهالطريقة حتى نتحصلوا للقوام المطلوب هكذا كي ما راكم تشوفو في كل مرة رح نزيدو شوية نتاع السميد هكذا ونكمن نخلط هنا ما زال راح نزيدو شوية نتاع السميد ما زال خفيف راح نزيد نصف كاس تاع الجوز محمص ومرحي واذا ما هوش متوفر عندكم عادي تقدرو تصغنو كامل على الجوز ما تزيدوش ولا تقدرو تعوضوه باللوز نكمل نخلط ومن بعد السميد راح نقضيه بترشونا ونخليه يرتاح مدة 10 دقائق من بعد ما خليت السميد ارتاح مدة 10 دقائق راح نزيد نخلطو وبهالطريقة طمينتانا واجدع كاميراكم تشوفو ساهلة معلق طمينة الجزائرية مكاشمة اسهل والذ منها هنا نبدأ نحطها في ليفيرين ممكن تحطوها في ليفيرين فالصحن كي ما تحبو هنا كي ما راكم تشوفو من بعد ما كملت عمرتهم كامل نروحو لطريقة التزين نبدأ نزين بهات الطريقة راح ندير خطوط بالموس التزين دائما يبقى اختياري كل وحدة تزين بطريقتها الخاصة يعني كي ما تحبو بالنسبة لي راح نزين بطريقة بسيطة جدا طمينة الجزائرية بسيطة في مكوناتها وايضا بسيطة في التزين والذوق ما شاء الله ذوقها مميز جدا ودائما حاضرة في مناسباتنا في اعيادنا وافرحنا ما نستعنوج عليها نزيد ونزينه بالجوز ممكن نزينه بالجوز باللوز بالبستاش يعني ما شاء الله التزين تعطمينة متنوع كل وحدة تزينه تبدأ بطريقتها الخاصة والنتيجة روعة ما شاء الله نزيد ونزينه بالعقاش وفي الاخير راح نزينه بالقرفة طبعا هي الراعي الرسمي للطمينة الجزائرية كما راكم تشوفو تزين بسيط جدا وهنا قبل لا نكمن زينه بالقرفة راح تشوفو القوة متاحة كيفية جد جيد ما شاء الله تجيب بساف بنينة وطارية جدا وتبقى طارية لعدة ايام وهذا هو الشكل النهائي من بعد ما زينتها بالقرفة نتمنى ان شاء الله الوصفة عنها اليوم تنال احجابكم وتجربوها اكيد اذا اجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات وبرتجوا مع نزامي بتاعكم للاستفادة واللي ما زال ما اشتركش في قناتنا ندعوكم للاشتراك وضغطوا على الجرس حتى يصلكم ان شاء الله كل جديد واذكروا الله وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام انطلوا في ربحتكم في امان الله